السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم حبيبي رب تكونوا كلكم بخير اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد بإذن الله النهاردة هنعمل مع بعض العيش الأمر ده حاجة كده خطيرة وحلوة وسهل جدا هنعمل عيش اللي هو الغلة كامل الحبة أو هنعمل عيش البلدي أو عيش اللي هو اللي هو العيش الصحي حاجة كده تحفى جميل جميل جدا أهم حاجة أنه هو كله زي ما انتم شايفين منفوخ معي كله كده طريقة سهلة جدا وبسيطة وما كلفناش أي حاجة غير هو كيلو دقيق لو تلاحظوا هنا بصوا أنا عملت من كيلو دقيق كمية كبيرة جدا من العيش بسم الله ما شاء الله ولو تلاحظوا كده بصوا الرغيف ده الطبقة الفؤانية هي هيها الطبقة التحتانية في السمك مش اللي هي الطبقة الرؤية يعني أنت لو عاوزة تستخدميه كمان في الحووشي هيكون حلو جدا جدا ورائع يعني بصوا بقى حاجة كده خطيرة تعالوا كده مع بعض نشوف احنا عملنا العيش الأمر ده ازاي نصلي على الحبيب اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد ونشوف المأدير مع بعض معايا كيلو من الدقيق دقيق غلة كامل الحبة هحط عليه كده زرة صغيرة من الملح وكمان عشان أضيف له قيمة غزائية كمان حاطيت كباية صغيرة من الردة معايا معلقة صغيرة من الخميرة ويعني معلقة صغيرة أو أقل من معلقة صغيرة من السكر كله كده المكونات كده مع بعض وبعد كده هبدأ إني أعجن بالمية الضفية اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد أهم حاجة في المعجنات يعني أي عيش احنا بنعمله لازم نعجنه عجنة كويسة عشان العيش يطلع معاك طري تمام لازم العجينة قوام العجينة بعد ما نعجنها كويس قوي تبقى طرية شوية أو بتلزأ لكن أهم حاجة لازم نعجنها كويس قوي طبعا لو أنت عندك عجان استخدم العجان أنا هاستخدم إيه دي كمية دي أخدت معايا كبايتين ونص من الماء لحبيبي بقى اللي سألوني قبل كده وقالولي أن دقيق الغلة كاملة الحبة دا مش بيلقوه ممكن تستخدمي أي نوع من الدقيق متعدد الأغراض اللي هو دقيق الأبيض العادي اللي احنا بنعمل بالمكبوزات العادية لكن تقطري عليه كمية الردة شوية يعني مثلا أنا حطة كباية صغيرة من الردة أنت تحطي مثلا كبايتين صغيرين من الردة هيطلع معاك النتيجة ممتازة ممتازة العيش دا جماعة صحي جدا وطعمه كمان بيكون طعمه مميز كده وجميل أنا لالوقتي بعجن كويس جدا العجينة زي ما انتم شايفين طرية معايا بتلزأ شوية هي بتلزأ عشان طرية ما هياش جامدة عجينه بقى كويس جدا جدا بعد كده هغطي العجينة وهسيبها تقريبا نص ساعة للاختمار بعد نص ساعة العجينة معايا بسم الله ما شاء الله اختمرت معايا وبقت زي الفل تمام هستخدم هنا الردة اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد أنا هنا هقطع العجين هقطعه قطع كبيرة وقطع صغيرة يعني انت ممكن تقطعيه بالحجم اللي انت محتاجيه طبعا انا برضو العيش ده زي العيش الابيض انا قبل كده عملته معايا اللي هو بسم الله الرحمن الرحيم العيش الصغير الجميل اللي هو بتاع الحواوشي كان تحفة بس كنت عاملاه بالدقيق الابيض بصراحة برضو عيش حلو جدا مميز وطعم وحلو قوي اللي بفرق ما بين العيشين يعني النوع ده والنوع التاني هما الاتنين زي بعض وسهلين وتكلفة بسيطة وكل حاجة لكن ده بيكون صحي شوية لان نسبة الرده بتكون كتيرة بتكون اكبر من التاني هعمل بقى هنا كده يعني انا كنت محتاجي العيش ده للفطار بصراحة فقلت عامل ايه كاميرا غيف كده صغيرين عشان لو احتاجت برضو للحواوشي يكون عندي عيش هو العيش عموما سهل قوي بتصحي الصبحية يعني بصوا يعني انت اول ما تصحي الصبحية لو انت عاوزة تعملي عيش على الفطار اول ما تصحي على طول بتعجيني العيش وتسيبيه يعني مثلا لحد ما تعملي اي حاجة في البيت نص ساعة ثواني هتفوت في ثواني وبعد كده بنبدأ تخبزيه وانت بتحضري الفطار في المطبخ يعني مش هياخد منك وقت ولا حاجة يعني ولا هياخد منك مجهود ولا وقت ولا اي حاجة بصوا انا هنا خلاص خلصت الكمية تقريبا عملت تسعتاشر او عشرين رغيف طريقة سهلة برضو للفرد بجيب مثلا اربع ارغيفة او خمسة افردهم كده كل ما لايش يرتاح معيك كل ما هيكون سهل للفرد تمام يعني انا دلوقتي لما بفرد كده ببدأ من اول رغيف انا اطعته خلاص بفرد بقى كده اربعة على بعض وبعد كده ببدأ ان ايه افرد على طول بيكون الارغيفة ارتحت معايا فبتتفرد معايا بسهولة في ثواني اه يعني بفرد كل الكمية دي في ثواني لو تلاحظوا انا حطى كيس كده على عيش عشان الوش اللي العيش ماينشفش معايا ويعمل طبقة كده مش لطيفة خلص بقى كل الكمية بنفس الطريقة دي اول ما بنخلص فرد العيش اه بنسخن على طول الطاصة على النار طاصة كده على النار بنسخنه هيكون العيش معايا اللي احنا فردنا دوت ارتاح معايا مش قل من ربع او تلت ساعة لو انت طبعا عاملة كمية صغيرة من العيش ممكن تسيبيه ربع ساعة كده ايه اه يعني يرتاح كده مع نفسه هنسخن بقى طاصة على النار وهنبدأ ايه ناخد اول رغيف احنا فردناه هيكون يرتاح مش قل من ربع ساعة او تلت ساعة اه موضوع ان هو يرتاح ده هيخلي الرغيف بصه اه بينتفخ على طول كده مع نفسه في ثواني حاجة كده تحفى يعني حاجة كده خطيرة بصراحة العيش طالع ممتازة واهم حاجة زي ما انتم شايفين كده اننا نشيل الردة ما بين كل رغيف والتاني بل اماها كده على جانب بشيلها مباشرة بصوا العيش كله منفخ معايا وخطير حلو جدا واهم حاجة برضو قبل ما نحط الرغيف على الطاصة ممكن كده بايديك كده ايه تنفضي تنفضي الرغيف كده الردة كلها تنزل منه او يعني لو اللي غيف عليه كمية ردة كتيرة هتنزل بدل ما كلها يعني تتحط على النار وتتحرق آآ منك بصوا بقى العيش كله بسم الله ما شاء الله خطير ريحته حلوة جدا اوه العيش اللي هو آآ بدقي القمح او عيش الردة ده بيكون له ريحة مميزة كده آآ خطيرة العيش ده بقى بنستخدمه في اي حاجة طبعا الارغيفة الصغيرة دي الحلوة الجميلة الكيوت الحلوة دي بنستخدمها في الحواشي وممكن كمان في الفول وفي الطعمية لو انت عاملة بامية آآ مش هيخد منك وقت ولا اي حاجة العيش يوم جمعة تعملي العيش ده حلو جدا كده في اللامة الحلوة الجميلة عالصبح كده كده بتبقى آآ يعني البيت لما بيكون آآ يعني فيه خبيز بيكون نفس البيت نفسه تحس بالخير كده والجميل طبعا الارغيفة الصغيرة ممكن تحط رغيفين او تلاتة مرة واحدة هيوفر عليك كتير واحنا بقى بنطبخ او بنحضر الفطار نخلص كمية العيش دي التسوية دي بتبقى سهلة مش بتبقى صعبة يعني بصوا بقى حاجة كده خطيرة لو وصلت بقى معايا للفيديو الحد هنا ياريت تعمليلي لايك كبير وتكتبيلي كومنت حلو كده تقوليلي ايه رأيك في العيش الحلو الجميل ده الكمية حلوة جدا معايا بسم الله ما شاء الله يعني ممكن تكفي اسرة كبيرة بصوا بقى لو تلاحظوا ان العيش كله منفخ معايا وان الطبقتين ودي احلى حاجة في العيش ده ان طبقتين زي بعض اللي هي سمك الطبقتين الطبقة اللي فوق والطبقة اللي تحت زي بعض بالزبط ده عشان خاطر التسوية التسوية كانت تسوية طريقتها حلوة قوي بصوا حاجة كده لطيفة وحلوة جدا اي حد ما عملش العيش ممكن تعمليه بكل سهولة في البيت حبيبتي لو عجبك فيديو النهاردة ياريت تكتبيلي رأيك في التعليقات ولو في اي سؤال اسأليني وانا ان شاء الله اجاوب عليه وياريت تعمليلي لايك ولو كنت اول مرة تشوفي قناتي ياريت تشتركي وتفعلك جرس عشان يوصل لكل جديد انا بنزله في الختام بقولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته